موسيقى 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 طريقة التحضير نسخن ملعقة طعام من الزيت في طنجرة ونضح فيها اللحم لمدة ثلاث دقائق نضيف الملح والفلفل نخسر الأرز بماء بارد نصفيه ثم نضيف نصف كوب ماء إلى الطنجرة وملعقة طعام من الزيت والزعفران والملح ثم نضيف الأرز نغطي الطنجرة ونتركها على نار هادئة لمدة ثلاثين دقيقة نقطع الطرف العلوي لحبات الطماطم لكي يصبح غطاء لها ونخرج بذور وعصارة الطماطم ونضع الطماطم في جاد فرن نضيف ماء نهرس الثوم مع الكزبرة نحش الطماطم بالأرز المطبوخ مع اللحم ونضيف خليط الثوم والكزبرة على سطح كل منها ونضع غطاء الطماطم نشوي الطماطم المحشوة لمدة عشرين دقيقة في الفرن المسخن للدرجة مائة وثمانين مئوية ثم ننقله إلى طبق التقديم لمزيد من الوصفات زروا موقع www.basmati.com